الاخبار يا شباب عاملين ايه خاد معاكم فيديو جديد من دي يوتيوب بتحب تلعب بالبافاري اوفلاين باير ميونيخ مع صحابك ودايما عايز خطة تكسب بها اي حد النهاردة انا جايب لك احلى خطة وتكتيكات وادوار لعيبة تعملها لباير ميونيخ علشان تكسب اي حد اوفلاين فلو اول ما رأيت شفتني باقي معلم لايك سبسكرايب وشير ويلا بينا نخش نشوف الخطة فيها ايه يلا بينا يارو بسم الله الرحمن الرحيم ونصدع النبي وقبل ما نبدأ الفيديو ايه وعد خلي الالعاب او الفيديوهات تنهيك على صلاتك وزي ما انت شايف كده دي التشكيلة بتاعة الباير ميونيخ اللي بالعب بها اوفلاين وبالعب بخطة اربعة اربعة واحد واحد تمام فالتشكيلة بتبقى كالتالي حراسة المروع يبقى عندي نوير اتنين قلوب دفاع اوب ميكانو وكيمين جاي وعندك الباكي يمين بتاعي كيميتش والباكي الشمال ديفيز طبعا عندك قط الوسطى عندي اتنين س بتاعي اللي هو السنية والقلقم بتاعي اه كومن طبعا الاتنين جابدين جدا وعندهم الرابد والسرعة قوي وطبعا عندي الكام بتاعي موسيالا لاعب خمسة خمسة وجامد قوي وطبعا بنجمل في الهجوم هاري كين صاحب الرقصيات والشرطات وكل حاجة وزي ما عايز تقول قول يا معلم عنه تمام تعالي نشوف بقى التكتيكات اللي انا بعملها وقدامك الرمز او الكود بتاع الخطة هو علشان لو حابب تاخده على طول كوبي وتاخد التكتيك على طول فالتكتيك يا معلم اللي معنا النهاردة هو ارب اربعة واحد واحد اللي انت شايفه ده اسلوب بناء اللعب المرة دي بخليه تمرير قصير اما بالنسبة للنهج دفاعي فدايما بخليه عالي علشان اللعبة بتاعي المصادت تسلل لوحدها ويبخلي التقدم الخط بتاعه سبعين تمام نيجي بقى الادوار اللعبين وعندك اول حاجة هرص المرمى نوير بديله حارس مرمى متقدم بخليه تقدم يساند اللعبة في بناء الهجمة والكلام ده كله بس بخلي التركيز بتاعه يكون متوازن اتنين قلوب دفاع بتوعي بخلي الاتنين مدافع ب الدور بتاعه مدافع والتركيز على الدفاع تمام الظاهير الايمن اللي هو فبخليه آآ ظاهير وبخليه يركز على الدفاع اما بالنسبة للزاهير التاني او الباك التاني اللي هو لالبي بتاعي اللي هو ديفيز فده بخليه جناح متأخر لانه هو عنده الدور ده بلاص وكمان انا بحتاجه لانه هو سريع يتقدم معايا شوية يبني معايا الهجمة من ناحية الشمال تمام مع كومين اوكي نيجي بعد كده للاتنين السيمات اللي عندي لامير وجورسكا فالاتنين بديهم نفس الدور اللي هما صانع العاب في العمق وبخلي التركيز بتاعهم على الدفاع يبقى صانع العب في العمق اللي هو ما بيعديش نص الملعب يبقى الحد هنا بس كده وبيصنع الالعاب بس من العمق بس ما بيروحش ناحية ليمين ولا الشمال وفي نفس الوقت تمركز الدفاعي بيبقى جيد جدا علشان يقدر يغطي دفاعيا اسناء ما كورة ما تكونش معنا تمام نيجي بعد كده للكام بتاعي اللي هو مسيالة وبديله احلى حاجة بحيب بلعب بيها السنة دي واللي هي او مهاجم الظلم وعند مسيالة هي بلاس بلاس فبيعملها حلوة اوي بصراحة وبيروح كمهاجم تاني بيزيد من تحت القدام وبيعمل زيادة هجومية عالية جدا وبصراحة الدور ده مناسب معها اوي جدا وخصوصا هو خمس نجوم مهارة فعايز اقول لك مالهوش حل تمام نيجي بعد كده اللي هو بتاعي فالاتنين بديهم مهاجم داخلي بس يكون متوازن مش مهاجم داخلي اه والتركيز على الهجوم لا يكون التركيز متوازن مش محتاجه يزيد اوي اكتر من كده تمام بعد كده بقى نيجي الكين المهاجم بتاع او السترايكر بتاعي فده بديrine مهاجم متقدم وكان عنده الدور ده بيعمله بلاس 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 بيعمله بامتياز يا معلم بس كده معلم دي التكتيكات واحد دول اللاعبات اللي بديها للفريق بتاعي في بايير ميونخ لما بلعب به وتعالي وريك التكلفات اللي بعملها كمان فأول حاجة عندي ياروكنال اليوسرى بخلي كيمتش اللي يلعبها وبخلي اللاعب مستهدف وهي دي اهم حاجة اللاعب المستهدف بيبقى كين واللاعب اللي بيبقى على القائم القريب بيقى ام مكانو اما على القناة البيعي بيبقى مسيالة. تمام? دي اهم حاجة اه في التكلفات تخلي اللاعب مستهدف اهم واحد عندك يكون بيلعب هد كويس. واملا يا معلم التعرضية بتاعة الكورنر تلت بارات وتفرج عليها ويراح على دماغه ويجن ان شاء الله. تمام? بس كده يا معلم جرب بقى الخطة دي واكتريني في الكمندات اقرائي فيها. ولو او ما تشوفني لايك وشير ونشوفك فيديو جيد من دي جوتيوب. سلام.